هل الإيرفراير صحية ولا لا؟ استنوا معي للآخر اتسألت كثير على الإيرفراير وخصوصاً أن البطاطس المحمرة والأكل المحمرة بيسبب سرطنات لوجود مادة الأكريلاميد عايزين تستخدمه الإيرفراير زي ما أنا باستخدمها عندي ثلاث شروط أول حاجة اللي ماشتراهش يشتري اللي من إزاز أو من ستنلس ستيل واحد، لو الإيرفراير اللي عنده كلونها اسود ومتغطية بمادة مانعة للالتصاق يبقى مادة بي إف أو إس اللي هي مادة الفوريفر كيميكالز اللي بتسبب سرطنات وبتعمل مشاكل زي البطاطس المحمرة بالزب فاستخدموا وراء الزبدة عشان تغطوا الأكل وما تنزلش المواد دي في الأكل ثاني حل ما تعلوش درجة الحرارة عن 170 لفترات طويلة الحل الثالث إن إحنا نلجأ أكثر الوقت للأكل المسلوق ده أفضل غذاء صحي ولكن الناس اللي بتسألني على الإيرفراير مفيش مشكلة من نقطة الزيت أو معلقة الزيت الزتون اللي بتتحط مفيش مشاكل إن إنتوا تستخدموها لو عملتوا كل الشروط اللي أنا قلتها شكرا شكرا